اهلا وسهلا بكم تابعينا ومشاهدنا في كل مكان طبعا امبارح يا جماعة عملنا بس مباشر لتعليق البطاطس ورفعنا فيديو طبعا بأسعار البطاطس ليزرع المينيا وعرضنا فيه جميع الأسعار هنعرض النهاردة برضو أسعار البطاطس وأسعار الطماطم طبعا الطماطم أسعارها شدت شوية لأن المعروض النهاردة في سوء العبور قليل فعلشان كده أسعارها بقت في الطلع وهنشوف أسعار البصل طبعا فتابع معا الفيديو تابع مع الفيديو للنهاية وعمل لايك للفيديو واشترك فيه القناة علشان يصلك كل جديد بنحاول نفيدك ونعرفك الأسعار وقلنا قبل كده أن الهدف من نشر الفيديوهات يا جماعة نحن نفيد المزارع ونفيد التاجر ونعرفكم الأسعار بلحظة الأسعار يا جماعة النهاردة طبعا كل البطاطس كل نوع طبعا وليسعر في البطاطس يعني زرع المينيا بيختلف عن زرع اسكندرية بيختلف طبعا عن زرع المنصورة كل نوع من البطاطس ولسعر يا جماعة الكرة لها سعر البرمة لها سعر البطفور لها سعر أنواع كتير جدا جدا من البطاطس فكل نوع ولسعر زرع المينيا النهاردة يا جماعة في سؤل عبور فيه يبدأ من 11 جنيه أقل جودة لحد 13 جنيه و12 جنيه ونص في الجودة اللي عليها البطاطس اللي هي زرع المينيا الأجرية يا جماعة فيها لحد 16 جنيه يعني من 15 جنيه لحد 16 جنيه في البطاطس الأجرية قلنا أسعار البطاطس كل نوع ولسعر الكرة جماعة فيها طبعا لحد 15 جنيه والرزيتا فيها 14 ونص يعني تقريبا سعرها سعر الكرة ده بالنسبة لأسعار البطاطس النهاردة في سوق العبور للجملة طبعا البطاطس الأديمة سعرها عال شوية فيها لحد 20 جنيه أسعار الطماطم طبعا أسعار الطماطم ارتفعت شوية الطماطم كل يوم بسعر يا جماعة قلنا قبل كده نهاية نادر جدا أنها تستقر أسبوع حتى على بعضيه ولكن يوم في الطالع ويوم في النازل وأسعارها غريبة شوية أسعار الطماطم النهاردة يا جماعة فيه طماطم في سوق العبور تبدأ من 150 جنيه و140 لحد 175 جنيه من 140 لحد 170 جنيه في الطماطم يا جماعة طبعا فيه الطماطم اللي هي النوع السلكة فيها لحد 200 جنيه يا جماعة طبعا دي يعني بتقعد فترة طويلة جدا في التلاجة يعني تتخزن في التلاجة وتقعد معك بصلابتها زي ما هي أعتبر طيب أسعار البصل النهاردة في سوق العبور البصل سعره ارتفع جدا يعني قبل وقف تصدير البصل يا جماعة كان فيه لحد 23 و24 النهاردة البصل بعد قرار وقف التصدير برضو البصل سعره على جماعة لأن قلنا قبل كده ان المزروع من السنة اللي مضت كان قليل جدا والمغزون قليل وبينزل طبعا فيه الأسواق بالطلب النهاردة البصل فيه لحد 24 جنيه البصل الأحمر فيه لحد 24 جنيه في سوق العبور للجملة و25 جنيه حسب الجودة طبعا بتاعة الزرق البصل الجديد يا جماعة فيه من 13 جنيه لحد 15 جنيه و16 جنيه في البصل الجديد وفيه طبعا هتلاقي جودة أقل من كده وممكن تلاقي سعار طبعا أعلى من كده ولكن احنا بنعرض السعر اللي بنشوفه قدامنا ولكن يعني بنجيب من أقل جودة لحد أعلى جودة جماعة ممكن تلاقي فيه أقل من كده تاني ولكن يعني بيبقى هالك يعني جودته تعبانة خالص يعني يعني بنجيب لك الحاجة اللي هي بتتداول في سوق العبور وبتتداول طبعا في سوق الأطاع وان شاء الله الفترة الجايها بأنه نعرض أسعار الخضار جملة وتجزية ان شاء الله بحيث ان احنا نفيد المستهلك برضو معنا ويعرف الأسعار لحظة باللحظة في نهاية الفيديو بنشكركم شكرا لكل من عمل لايك واشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته